اشتركوا في القناة نجحت بهاي المنافسة على أرض الملعب بهاي الإثارة وهذا التشويق اللي بقدموا منتخبات العرب نجاح كبير جدا للبطولة العربية حتى إنه كثير من الصحفيين والنقات اللي مش العرب بحكي اللي من دول أوروبا عم بحكوا إنه هاي البطولة العربية فاجأتنا وهي أكثر إثارة وقوة من مندياء من كوبا أمريكا هاي البطولة اللي بنتمنى أن تتكرر بنفس هذا المستوى وما ينزل مستواها عن هذا المستوى ونتمنى أنه في المرات القادمة يشارك نجومنا العرب المحترفين في أوروبا هذا حلم لكن نتمنى أنه يتحقق زي ما فيه بطولة أوروبا منتخبات أوروبا منتخبات أمريكا نبدأ نشوف بطولة كبيرة دائما للعرب منتخبات العرب إحنا غدا على موعد مع مبارتين المباراة اللي بتجمع الجزائر وقطر والمرتقبة والمباراة القمة الإفريقية الخالصة بين مصر وتونس في هذا الفيديو رح نحكي باختصار عن مباراة مصر وتونس ابن عرف مصر وتونس بينهم تاريخ كبير من المباريات تاريخ كبير من المواجهات تاريخ كبير من المنافسات إن كان على مستوى المنتخب أو على مستوى الأندي منافسات دائما الترجم على الأهل والزمالك في بطولات إفريقية للأمدي منافسات المنتخب المصري والتونسي في بطولة إفريقيا أو تصفيات كأس العالم أكيد مباراة مرتقبة ومباراة فيها تحديات كبيرة بين منتخب الفرانة وبين نصور قرطاج المباراة صعب أنك تتكهم بنتجتها صعب أنك تعمل توقعات لكن كثير من النقاد والمحللين بيحكوا أنه فرصة المنتخب التونسي ممكن تكون أقوى لأنه مرتاح أكثر مرتاح أكثر لعب قبل بيوم من مباراة مصر في الربع نهائي ما لعبش أشواط إضافية زي المنتخب المصري فهو أقل إجهاد وأقل تعب نعرف المنتخب المغربي فازع سلطنة عمان قبل بيوم من مباراة مصر والأردن نين واحد بالوقت الأصلي بنفس التوقيت المنتخب المصري يحتاج أن يلعب أشواط إضافية مع منتخب الأردن مع منتخب النشامة وجد حاله متأخذة دقيقة 45 من الشوط الأول وبعد ذلك التعادل وأشواط إضافية وكانت إمباراة عصيبة بالإضافة أنه منتخب المصري مش قادرين يتكهن التشكيلته في غيابات متوقعة في بعض اللاعبين من الصعب تعرف أنه حيلعبوا مكرا أو ما مش حيلعبوا لكن بالإجمالي هذه قمة أفريقية ما بتقدر تتكهن بالنتيجة وما بتقدر تحكي في أفضلية لمنتخب الأفضلية بيحددها أرض الملعب لأنه حتى البودلاء بمصر مميزين لو غاب لعيبة وبنفس التوقيت التجائل فكرة موجودة بالأسلوب اللي بيلعب فيه المنتخب المصري المميز اللي بيقدم لنا يا كارلوس كيروش مع المنتخب المصري بالإضافة أنه منتخب التونس أيضا يضم تشكيله بغيب عمال لعيبته المحترفين زي ما لاء مصر بغيب معظم لعيبته المحترفين في أوروبا وبنفس التوقيت المنتخب التونسي قدم لنا مباريات في الدور الأول مميز باستثناء مباراته اللي خسرها مع سوريا اللي اتفاجأنا في كلنا بالنتيجتها لكن خلينا نحكي بناء على الأسماء اللي بنتوقحها بالتشهيلتين المنتخب التونسي بطريقة الأربعة ثلاث ثلاث اللي أنا ما بتوقع ما حتى تتغير بكرة أربعة ثلاث 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 لعيب اللي بالنص بيساندوا الحال الهجومية جيدا لكنهم أيضا مساندين بقوة للحال الدفاعية شفناهم في المباريات اللي تأخر فيها المنتخب اللي كان متقدم فيها المنتخب التونسي ساندوا الحال الدفاعية ما بتوقع يروحوا على نهج مبارات سوريا اللي هم فتحوا الملعب عشان يسجلوا وبعد ما تسجل فيهم الهدف مبارا مع مصر شغل تاني وتكتيك ثاني بالتأكيد خط الوسط في تونس ثلاث لعيب مميزين فرجاني ساسي اللي بيعرف لعيبة مصر عن ظهر قلب اللي لعب مع الزمالك مواسم مقدم أداء كبير مع الزمالك وكان عمل أصبح تعويدي لجمهور الزمالك اللي حاليا بلعب بالتحيل القطري غيلاني الشعلاني لاعب نادي الترجي التونسي لاعب عنده إمكانيات وخبرة الدور التونسي لاعب مجرب بالمنتخب التونسي وبنادي الترجي والمفاجأة بتشكيلة المنتخب التونسي حنبعل المجيري هذا اللاعب 18 سنة 18 سنة بلعب مع ماشيستر رونايتد تحت سنة 23 بيقدم أداء ممتاز في بطولات سنة 23 حتى اتحاد التونسي عشان يجيب ويلعب هاي البطولة يعني كان في مفاوضات طويلة مع ماشيستر رونايتد ثلاث لعيبة بيشتغلوا كويس في نص الملعب بيساندوا الحال الهجومية بيساندوا الحال الدفاعية ثلاث لعيب ممكن حقابهم في المنتخب المصري خط الهجوم بالمنتخب التونسي الهداف البطولة حتى الآن سيف الدين الجزيري بيعرف لعيبة مصر أيضا زي ما أكينا عن فرجاني ساسي هو أصلا لاعب بالدور المصري بلعب مع لادي الزمالك حاليا وهو بالتالي معروف بالنسبة للمصريين وهو بيعرف المصريين لاعب مميز داخل منطقة الجزاء بألعاب الهواء كلاعب محطة بألعاب باستثمر الكرات العالية بالإضافة أنه بيقدر يفلت من المدافعين بيقدر يعمل الحجز بيقدر يعمل المحطة بيقدر يفاغت ويسدد لاعب مهم جدا مهاجم مهم جدا بالفريق التونسي طبعا الجناح الأيصر يوسف المساكني معروف جدا كل اللي بتابع الدوري القطري بيعرف هذا اللاعب اللعب بأوروبا صادقا جناح أيصر مميز جدا مهارات قدرة على الاختراض قدرة على التوغل قدرة على المراوغة فنيا عالي جدا واحد مقابل واحد لاعب مميز كتير وأكيد رح يتععب المدافعين المصريين نعيم سليتي لاعب الاتفاق السعودي له تجارب سابقة أيضا بأوروبا له صبقة مع عندي عالية هذا اللاعب حتى هو جناح أيمن ممكن يلعب جناح أيصر ممكن يلعب خلف المهاجم يعني التركيب الموجودة بالخط الهجوم التونسي التلات لاعب زيري سليتي المساكني تلاتي مميزين جدا حتى في الخط الدفاع بالمنتخب المغربي الأربع لاعبين المدافعين إن كان بلال العيفة في قلب الدفاع أو يسين مرياح لاعب العين الإماراتي اثنين قلبين دفاع مميزين حتى محمود دراجر محمود دراجر لاعب نوتينج هامفورس الإنجليزي اللي جاي يعني 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 دفاع المنتخب التونسي للهجوم أم حينتظر المنتخب المصري هذا سؤال مهم لأن المنتخبين بلعبوا تقريبا بنفس الطريقة برقزوا على نصر الملعب فإذا ركزوا المنتخبين على نصر الملعب مين حيهاجم أكثر مين حينتظر أكثر أنا بتوقعاتي المنتخب التونسي بحب المساحات بحب لكنه ليس صعب جداً لقعب المنتخب المصري إلا إذا المنتخب المصري لعب فيه مع المنتخب الأردن وهذا مستبعد لأنه الآن سيلعب مع منتخب مختلف مع طريقة مختلفة لكن إذا وجدوا المساحات لعبهم مميزين الأجنحة اثنين مميزين حتى هم تحت الضغط عندهم قدرة على الخروج بالكرة من الملعب فرجاني ساسي يقدر يخرج الكرة من الملعب منتخبه عنده الشعلاني نفس الشي فالأسمائل بالمنتخب التونسي عندها مميزة مشكلة المنتخب التونسي لما يهاجم كثير يندفع للأمام وما يقدر يساند لأنه في بعض اللاعبين المحترفين الغايبين كان صعب تعويضهم المنتخب المصري شفنا إحنا بلعب البطولة بأربعة ثلاث ثلاث كان فيه تغيرات في مباراة المنتخب مع منتخب الأردن خاصة بالشوق الأول لما زاد في الرغبة الهجومية ولعب أربعة ثلاث ثلاث واحد وأعطى واجبات هجومية لأربع لاعبين بالأمام وكان هذا مفاجأ على حساب الواجبات الدفاعية أعتقادا منه أن المباراة سهلة لكنه كان كاد أن يخسر مع الأردن بالشوق الأول أربع فرص محققة للمنتخب الأردني الشناوي أنقض هدف حقيقي العارضة والقائمة تدخلوا الشناوي أنقض الأردن سجل لكنه بالشوق الثاني شفنا كيف استعاد الأمور البدنية وتحسن لكن في مباراة الغد أعتقد أنه في عوضي لبعض اللاعبين اللي بقدوا أدوار دفاعية لكن المشكلة في المنتخب المصري لاعب الارتكاز المعروف حمد فتح مش معروف حيلعب أو مش حيلعب هذا اللاعب لا إلا هو يعني هو قائد الدفاع بمصر ملعب بالمنتخب المصري يتعرض لضرب براسو في المباراة السابقة وخرج هل هو جاهز من يلعب؟ غيابه بصراحة هيكون مؤثر على المنتخب المصري رغم أنه أعتقد أنه ممكن يكون يتجهز عشان يلعب المباراة المنتخب المصري استمرار غياب أحمد إحجازي أعتقد أن غياب قلب الدفاع أحمد إحجازي لعب الاتحاد السعودي سيكون مشكلة نحن رأينا أن أحمد ياسين يقدم مباريات كويسة لكن خط قلبين الدفاع والعمق الدفاعي في مباراة مصر والأردن كان فيه مشكلة بالمنتخب المصري يعني فيه فرق كبير بوجود الوينش مع إحجازي مقارنة بوجود أحمد ياسين مع الوينش لا إحجازي لاعب كبير خبرة عالية مش معروف أنا أعتقد أن إحجازي أصبح بعيد عن الإمباراة لكن ممكن يشارك لكن المنتخب المصري إذا غاب عنه حمد فتحي مثلا وغاب إحجازي لاعب الارتكاز المحوري المدافع في نص الملعب ولاعب بخبرة زي إحجازي سيكون مؤثر على المنتخب المصري أكيد منتخب مصر سيستعيد خدمات نادي الأهلي المصري ضهير الأيمن أكرم توفيق لاعب مميز غاب عن مغاراة الأردن بسبب الإنظارات لاعب مهم لاعب عنده نعرف يعني إمكانيات أكرم توفيق تابع الأهلي المصري يعرف إمكانيات هذا اللاعب صارد دفاعيا قوي بالإسناد الهجومي يعني لاعب متكامل بالإضافة أنه أحمد فتوح ضهير الزمالك أيضا موجود فإحنا عندنا خط الدفاع بالمنتخب المصري بس المش معروف هيكون إحجازي موجود أو أو وجود إحجازي يعني تأمين كبير للدفاع المصري غياب إحجازي ممكن أحمد يسيني قدم مباراة كبيرة لكن بيظل إحجازي أفضل للمنتخب المصري المشكلة الحقيقية في المنتخب المصر هل الشناوي حيالها قبل المباراة؟ أنا بحكي أهم لاعب في تركيبة منتخب المصر هو حارس إفريقيا الأول محمد الشناوي غياب الشناوي سيعمل مشكلة للمنتخب المصري المعلومات الأولية بيحكي أن الشناوي يلعب بالمباراة وأنه بلاش يتجهز عشان يلعب بالمباراة وأنه الآن في المراحل 80% موجود في المباراة لكن غيابه يعني مشاركة محمد صبحي محمد صبحي حارس ممتاز لكن ما عنده خبرت الشناوي حارس محمد صبحي حارس شفناه مع منتخبات مصر الأولمبي سابقا كذا من أمنيز الحراس لكن للأمانة محمد الشناوي فرق كبير جدا الآن محمد مجدي أفشا لاعب المهم بالمنتخب المصري يمكن هو واحد من أحسن ثلاث لاعيب ببدل مصر في السنوات الأخيرة محمد مجدي أفشا شفناه شارك بالشوط الثاني مع الأردن في مباراته مع الأردن بعد تجهيز اللاعب بعد اللي كان غايب بسبب الإصابة أنا أتوقع أنه يبلش فيه المنتخب المصري لاعب يوصل على القول لاعب مفتاح حجومي مهم في نص الملعب عنده لمسة بتودي على القول عنده مهارات المراوغة عنده قدرات التزديد عنده يعني لاعب متكامل بالإضافة لوجود عمر السورية ما في خلاف أنه من أهم اللاعبين في تركيبة المنتخب المصري بساند الحال الهجومية بساند الحال الدفاعية مميز جدا إذن وجود حمدي فتحي إذا كان موجود بوجود متوقع يكون معه أفشا والسورية لكن غياب حمدي فتحي هو اللي هيعمل مشكلة للمنتخب المصري الآن كيروش مصمم ومن بداية البطولة أنه محمد شريف هداف النادي الأهلي هداف البطولة الإفراقية الأخيرة أنه يلعب جناح عيصر وما يلعب مهاجم صريح محمد شريف شفناه إمكانية لاعب مهاجم صريح يعني ما عليه خلاف لاعب مميز كثير في مركز المهاجم الصريح لكن هو عم بحاول يرجع لبداياته لابا كان يلعب جناح محمد شريف عم باطي بالجناح بس وجوده كلاعب هداف من اللمس الأولى بيسجل أعتقد أحسن للمنتخب المصري لكن هو عم بحاول ويركز كيروش أن يكون في لاعب مهاجم محطة مهاجم محطة اللي هو مروان حمدي يعني هو شريف مش مهاجم محطة بطريقة مروان حمدي لا بده مهاجم عنده مهارة الحجز عنده مهارة أنه يهجز مدافعين ويهيئ للقادمين من الخلف فهذا هو سبب أنه مروان حمدي يعم بلعب مهاجم صريح بضل عنا مين حيلعب بالجهة الثانية بالطرف الأيمن مين أو زيزو زيزو شفنا لعب مبارات الأردن كان من أهم النجوم ومنعرف أنه أحمد سيد زيزو من أفضل اللاعبين حاليا في الكرة المصرية لكن احنا شفناه في البطول يغابوا لعب اللاعب الشاب بحسين فيصل ومعظم المباريات لكن أعتقد المبارات زي مبارات تونس بحاجة إلى زيزو وأعتقد أنه لصالح المنتخب المصري أنه يلعب غدا لاعب عنده خبرة ومهارة وإمكانيات زيزو لكن كيروش ما بتعرف كيف يفكر ممكن يكون مصطفى فتحي مصطفى فتحي لاعب في الموسم الماضي كان معارب من الزمال يكنافس على الهداف ولاعب عنده إمكانيات عالية لعب أساسي في مبارات الأردن هو وزيزو لكن جلس شريف على الدكة لكن غدا أنا أتوقع محمد شريف سيلعب من البداية وأتوقع أنه بعودة أفشا بعودة السولية بوجود السولية بظل عندنا حمدي اللاعب حمدي فتحي موجود في الارتكاز فبظل بيننا الجناح واحد مع المهاجم مروان حمدي أنا أعتقد أنه هذا الجناح هو وزيزو إلا إذا قرر كيروش باللحظة الأخيرة يغير كل اسلوب اللعب ما يلعبش أربعة ثلاث ثلاث وأنه يلعب بلاعب خلف المهاجم الصريح يحط مروان فتحي يلعب أربعة ثلاثة 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 واحد منهم لاعب خلف المهاجم الصريح وبهاي الحالي ممكن يكون الخلف المهاجم الصريح زيزو ويلعب أطراف حسين فيصل ومحمد شريف على اعتبار أنه هيلعب بالسولية ومجد أفشب النص بغياب حمدي فتحي هذا السيناريو أيضا متوقع بس أعتوقع فيه مغامرة أكثر لأنه المنتخب التونسي سريع عنده سرعة عالية عنده رتم سريع عنده قدرة بيلعب بالمساحات عنده قدرة يهدد فأعتقد أنه هيكون فيه شوية مغامرة من كيروش لذلك المباراة صعب أنك تتكهم فيها صعب تحكي كيف حيلعب المنتخب المصري في ظل عدم مقدرتنا على معرفة الغيابات الحقيقية يعني القرار الرسمي للغيابات بالمنتخب المصري في النهاية أنا قمة عربية قمة عربية إفريقية بين منتخبين بنحبهم منتخبين تعودنا نشجحهم دائما بكأس العالم منتخب مصر أم الدنيا ومنتخب تونس نصور قرطاج أنا أطممنا للمنتخبين التوفيق ونشوف أمباراة كبيرة جدا بالنهاية فيه فريق بده يفوز وفيه فريق بده يقصر لكن في مونديال العرب ما فيه خاسر في مونديال العرب الكل منتصر والكل فائز وشكرا لكم جميعا